صوت لا يمكن سوى أن يكون صوت الموت هنا في جبهة القتال في محافظة البيضاء وهو آخر مكان لو تود الميليشيا أن ترحل عنه بعيداً بحياتها لكن كل ذلك لا يحدث بالنسبة لجماعة الحوثي وصالح التي تسافر مئات الكيلومترات من غرب البلاد إلى شرقها وليس لشيء إلا للقتال وطلباً للموت على أيدي أفراد المقاومة الشعبية فالجماعة المتحالفة مع الرئيس المخلوع تحاول من سنة ويزيد أن تحكم سيطرتها على محافظة مفصلية كالبيضاء فتفشل لا يقسم الرجل ويكون أكثر صدقاً إلا في الحرب وكذلك تسير العملية في البيضاء كما يتحدث هذا المقاتل الذي دفع بأبنائه فقتل واحد وجرح آخر ولم يكتفي بذلك التحق هو بجبهات القتال فالجميع يخوضون معركة شرف وكرامة كما يقولون هنا في جبهات الحبج في آل حميقان جبهة مشتعلة كغيرها من الجبهات في ذي ناعم والزاهر فالجبهة هذا عندنا في على أرضنا وعلى شرفنا وعلى ديننا وأنا قد ضحيت بواحد واحد أصطاب من عيالي وقسم بالله أننا لضحي لحتى آخر قطرة من دمانا فلا تهدأ المعارك وكلما استبشر المقاتلون بنهاية للجماعة الإنقلابية ذهبت تعد العدة وتدفع بالمزيد من التعزيزات لكنها كالعادة تتكبد خسائر بالعتاد والأرواح في مدخل قيفة رداع نصبت المقاومة كمينا لسيارة تابعة للميليشيا فدارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر من عناصر الميليشيا بينما جرح خمسة من أفراد المقاومة صحيح بأن ماكنة القتال لا تتوقف في البيضاء وتبدو هكذا الحالة منذ سنة ويزيد لكن يؤكد مقاتل المقاومة دوما على أنهم لا يتلقون أي دعم من أي طرف ويواصلون القتال بأسلحتهم الشخصية كما يسعون كلما سنحت لهم الفرصة أن يبعثوا برسالة للمعنيين للالتفات إليهم وإمدادهم ولو بما تيسر من العتاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر